نواصل حل تمرين رانا في تمرين 43 تمرين 43 تفكيك الدوال القيمة المطلقة لاحظة هنا يا دوال تناظرية دوال صماء دوال متلثية دوال مطلقة لو نجي ذهنيا توجد فكرة ذهنية بسيطة لاحظ هنا فكرة بسيطة هذه كل سميها إغراك معتها صورة إغراك القيمة المطلقة لإغراك إذن ما هي الدلة الأولى صورة إكس هو الدلة ألفية إثنان إكس على خمسة نقص واحد وهذه صورة القيمة المطلقة لإغراك إذن صورة إكس هو إغراك وصورة إغراك القيمة المطلقة لإغراك إذن الدلة الأولى دلة ألفية والدلة الثانية دلة القيمة المطلقة هذه ذهنيا إذن صورة إكس هو الدلة الألفية هذه بعد صورة إغراك هو القيمة المطلقة لإغراك صورة إغراك هو القيمة المطلقة لإغراك ولكن متغيرات ميتة أقول X أو أقول Y إذا المجموعة التعريفة نتكلمت عليها هنا ثم كتبت ببساطة هنا ما درتش X منه و X منه فعلا عوضت بالعنوان هذا كل الدوال معرفة على R اختصار للكلام عينان التمرين ما هو إلا مثال بدوال قيمة مطلقة لأغطي دراسة التفكيك فككنا الدل F في أشكال مختلفة في المثلثية في قيمة مطلقة في الأنواء أكون أنا في دوال قيمة مطلقة المخطط ليس إجباري صورة X هو الدلة ألفية ثم القيمة مطلقة لهذا العدد والتحقق أنزع الرمز في قيمة مطلقة بتاع الدائرة ثم صورة عدد بالE هو قيمة مطلقة له وأعوض مداخل قيمة مطلقة هذا ما أردت قوله في التمرين ثلاثة وأربعون ترجمة نانسي قنقر